السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعزائي طلاب تانية سنة. اهلا وسهلا بكم في حلقة من اهم حلقة السنة كلها. وهي حلقة المراجعة النهائية لتانية سنة. طبعا زي ما كلنا عارفين ان احنا اه في الايام اللي فاتت كنا عاملين فيديوز خاصة بالشرح بس. لو انت عايز شرح منفصل. كل درس الوحده موجود ما تقلقش. تعالا بس نشوف كده في الاول في البداية نسمي الله بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف خلق الله. نبعوذ رحمة العالمين. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا. فان شئت جعلت الصعبة سهلا يا ارحم الراحمين. حسبي الله وكفى به نعمة. اه بوصيك بالجملة دي. بوصيك بالجملة دي بكرة ان شاء الله في اللجنة في بداية اللجنة كده. تبدأ بها اللجنة بتاعتك. اه تبدأ بلا حول ولا كوة الا بالله. تبدأ باللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا. خلي بالك من الجملة دي مهمة اهم حاجة في الفيديو كله الجملة اللي انا بقولها لك دي. الجملة دي انك بتقول ان كل حاجة راجع عليك يا رب سواء كان توفيق سواء كان شطارة سواء كان نجاح سواء كان حل كويس سواء كان اي حاجة ده بفضل بمعونة ربنا سبحانه وتعالى بوصيكم بها في بداية الفيديو بتاعي. لو انت سمعني كويس ولو انت اول مرة تدخل معنا معك مستر علي السياد. مدرس اللغة الانجليزية. اه عملنا حلقات قبل كده في على القناة. حلقات خاصة بيك انت بتانية سنوي. شرح جميع الوحدات الخاصة عندك. لو انت اول مرة اتبعنا اعرف ان اه في حلقات شرح لو عايز درس بدرس. دور في قيمة التشغيل صف الثاني السنوي. وهتلاقي ان شاء الله عندك الحلقات الخاصة بالمنهج بتاعك. عملنا حلقات عن المقال وعملنا على حلقات عن كل حاجة تخص المنهج. هات كشكولك واكتب معايا اهم الجمل اللي ممكن تقابلك بكرة ان شاء الله. هبدأ بالاخر. هبدأ بما باخر حاجة احنا خدناها وهي الوحدة الاتناشر او يونت تولف. يلا بينا كده مع بعض نشوف اهم الاسئلة اللي هتقابلنا. اه اعمل لو انت سمعني كويس. اعمل لايك وما تنساش تعمل من شال زميلك. ان شاء الله ربنا وفقكم جميعا. وان شاء الله تجهيزك ويسال تالت سنوي ربنا معكم ويلا بينا. اول حاجة معنا شباب في الجملة اللي احنا اللي معانا دي بنقول آآ الجملة اللي معانا بدأ بماي انكل. هنحل طبعا يا جماعة في المناجعة بتاعنا دي هنحل بسرعة اسئلة كده. ونقول الافكار اللي فيها علشان ان شاء الله تكون متضرب عليها. مسال زي المسال رقم حداشر ده سبب بيقول لي المحلة. طيب كويس اوي. انا معانا بفراغة ومعانا المحلة. المحلة دي ايه? المحلة دي مكان. طيب انا لما بيجي يقابني مكان خلي بالك عشان ما تغلطش. لما بيقابني مكان بركز على اللي بعده ايه? لقيت اللي بعده مين يا شباب? لقيت اللي بعده فعل. خلي بالك لو مكان. اكتب لك هنا كده. لو مكان. وجيه بعد منه. وجيه بعد منه ايه? وجيه بعد المكان ده فعل. بعد الفراغ اللي موجود. فعل نعمل يا شباب. تاخد على طول. يبقى مكان. وفعل تاخد على طول. خلي بالك. طب انا خدت دي ليه? لان معانا فعل. الفعل ده هو السبب اللي خلانا اختار ما نغلطش بقى يا شباب. يبقى نعرف ان احنا لو معانا مكان جاي بعد المكان فراغ ثم فعل اختار على طول. ما تقولش طيب بتاع نشوف اللي بعدها كده. طبعا دي معناها الدكتوراه. اه درجة الدكتوراه بتاعتها منين بقى يا شباب بيقول لي احنا كلنا هنناها. طب يهنق يعني ايه? يهنق يعني طب بتاخد ايه? الكلمة دي بتاخد ايه? الكلمة دي يا شباب من الكلمات اللي بتاخد حرف جر من الكلمات دي. واحدة واحدة كده نفسر السؤال اللي معانا. السؤال اللي معانا بيقول ولا 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 بس. طيب. عايز اقول له حضرتك على حاجة. لما تلاقي حروف جر مع زي ما انت شايف كده? يعني لما تلاقي حاجات زي دي. ركز على كلمة معانا في السؤال. دور على كلمة في السؤال. شوف هل في كلمة في السؤال. بتاخد حرف جر انت متعود عليها. ولياكم مسلا. بدل دي معانا يبقى هناخد معانا ريبلاي هناخد معانا ولياكم مسلا كين هناخد معانا دي بتاخد لو معانا كلمة الكلمة دي بتاخد حرف جر وحرف جر مش موجود معانا في الجملة. باختار حرف الجر المناسب للكلمة دي. طب ايه الحرف الجر المناسب لكونجراتوليتد بقى? الكلمة دي حرف الجر المناسب ليها هيبقى ومحدش ينسى الجملة. الجملة دي بتتكرر كتير فناخد بنا. طب احنا اخترنا ليا عشان عايزين نقول بيهنق بيهنقها على درجة الدكتوراه بتاعتها يبقى هنقول يبقى يليس طب لو انا مثلا لو انا شباب معا كلمة طب ووري تاخد ابوت يبقى هقول ابوت طب لو معايا اي كلمة من اللي بتاخد اي كلمة هنا من اللي بتاخد تو كنت اخترت تويتش. عرفنا ليه اختارنا دي? اللي بعدها رقم تلتاشر بقى. رقم تلتاشر بنقول. طبعا بلاي رات طبعا بلاي رات يعني كاتب مسرحي. عايدة على شخص يعني. بعد كده بنقول السؤال ده احنا شرحناه بالتفصيل في حلقة المراجعة النقياء الصف الثاني لو انت رجعت كده للحلقات بتاعتي هتلاقي في حلقة مكتوب عليها المراجعة النقياء الصف الثاني السنة وابقى ادخل عليها هتلاقي الجملة دي بالتفصيل. وبالتفسير المملي يعني لو انت عايز بقى ايه حاجة على هادي كده. طب هنا نعملها مستر فاهمني كده? هنا يا شباب لما يقابني كلمة بلاي اهم حاجة عندي اعرف الفعل ده هو اسم ولا فعل? ازا مستر هو بلاي فعل? واسم? اقول لك اه كلمة بلاي ممكن تجيب معنى يلعب. وكلمة بلاي ممكن تجيب معنى مصرحية. مصرحية دي اسم. كونك بتعرف تفرق بين الاسم وبين الفعل يبقى انت كده حلت الجملة. طب اعرف مين يا مستر. هقول لك على حاجة. اه لو انت الكلمة اللي انت شاكك فيها اسم او فعل دي. لقيت فيه فعلين غيرها. يبقى ديها تاخد وزع على طول. تبقى دي اسم. ازا مستر تعاني شوه? انا هسيبها وهدور على فعلين غيرها. يلا بنا كده من اول الجملة. شكسبير وزق. ده كده فعل. يبقى كده الفعل الاول معي. نكمل كده. لا انا كده كمان فعلي. يبقى انا كده معي فعلين. يبقى دي اسم. وطالما اسم يبقى ناخد هوز. يبقى هوز زائد اسم. محدش انسى بقى. طب لو ار دي مش موجودة. يبقى كده معي فعل. ودي الفعل التاني فقط هتبقى هو. بس. يبقى لو في كلمة. الكلمة دي بتيجي اسم وبتيجي فعل. سيبها زي ما هي ودور على فعلين تانيين غيرها. يلا نشوف اللي بعدها يا شباب. معانا بعد كده طبعا من الكلمات اللي هي فعل. مين بيجي بعد فعل يا شباب? احنا قلنا يا شباب بتيجي بعد فعل. تيجي بعد فعل. وط تيجي بعد فعل. وفي عندنا برضو كلمة آآ وبتيجي بعد فعل. طب هنا نعمل ايه? هنا ناخد وط. ليه بقى لان كلمة وط بتسوي زيين جزات يبقى بليف زيين جزات هيسة يبقى معانايا على بعضها انا لا اؤمن او لا اصدق الشيء اللي الشيء اللي وط دي معاناها كده. الشيء اللي هو بيقوله. يا مستر قول لي حاجة سهلة ادخل بها الامتحان. يلا بينا. هتكتب عندك وط يجي قبلها فعل بعدها جملة. وط اكتب كده. وط قبلها فعل بعدها جملة. وده متوفر عندي. هو فعل. وجملة اهي. هي سيز. يبقى الجملة بتاعت الاجابة. تعال نشوف رقم خمستاشر كده. وخمستاشر مهم يخلي بالك. آآ هنا بنقول طبعا زيكتوف اكتوبر. آآ ناينتين سيفين سري واض زا دي. زا دي. تمام. يعني يوم. بعد كده الفراغ. وبعد كده التكملة بتاعتنا العادية جدا. طب ما انا معانا هنا حرف جر هو مستر معا انويتش. ومعا اتويتش. ومعا اونويتش. مش انا قلت لك لو انت معاك حروف جر. لو انت معاك. حروف جر. يبقى في الحالة ديت. يبقى في الحالة دي يا شباب. احنا معانا حاجة بييجي معا حرف الجر المناسب للجملة. تمام. لو جينا بصينا في الجملة مش هلاقي حرف جر في الاخر كده. ومال ايها مستر حرف الجر المناسب هنا. حرف الجر المناسب هنا احنا معانا كلمة زا دي. زا ديت يوم. والايام بييجي معاها حرف الجر ان. الايام بيجي معاها حرف الجر مين? حرف الجر ان. عشان كده الاجابة هتبقى انويتش. طيب تعال بقى معايا نروح لسؤال تاني. لو انا شلت كلمة زا دي وقلت زيير. زيير يعني سنة والسنين تاخد اني. يبقى هاختار انويتش. طب لو قلت زا مانس. مانس يعني ايه? مانس يعني الشهر. يبقى برضو الشهور تاخد اني. طب لو انا قلت لك اه مسلا طايم وقت. يبقى ناخد ااتويتش. لان يبقى على حسب الكلمة اللي موجودة معايا في السؤال بختار حرف الجر المناسب معي. تمام يا شباب? يلا كمان ناخد يلا بينا ناخد كمان سؤال. ونشوف هنعمل ايه في القاعدة دي? يلا شباب نكمل مع بعض كده. هنا في الجملة دي بنقول مستر عادل تمام? خيب لك احنا معنا كومة. معنا مين? معنا كومة. القمة دي نعمل فائبة. القمة دي بدي تمنع وجود زا ما احنا شايفين كده مش هنستخدم زا. طب ده شخص اهو. طب الشخص ده نعمل مع ايه? الشخص ده بص على تكملة الجملة. معنا فائل. يبقى استخدم هوم. يبقى فاعل. وفاعل. ناخد هو. طب يا مستر ما هوم تنفع. بس هوم يا شباب احنا قلنا بيجي بعدها فاعل ثم فاعل او جملة مبنية للمجهود. نعيد تاني. هوم بيجي معها فاعل ثم فاعل او جملة مبنية للمجهود. لكن احنا هنا هنختار هو از لان احنا معنا بنتكلم عن الفاعل هو اللي محزوفي. بقى نستخدم هوم. طب ما استخدمت الزت ليه? علشان معنا القمة. محدش ينسى. ويلا بينا نكمل مع بعض الدرس اللي احنا فيه. تكملة اللي احنا قلناها شباب تكملة اللي احنا قلناها احنا قلنا. خلي بالك من الحتة اللي انا قلها دي. هناك حالات لابد ان نستخدم فيها زت. شايف اللي انا عملت ده? في حالات شباب لازم نستخدم فيها زت. ايه يا با? يقول لي ازا كانت اي من الكلمات التالية تصف الاسم الذي يعود عليه ضمير الوصل. يعني ايه? لو كان موجود معاه في الجملة اول? او كان موجود معه في الجملة اني? او كان معاه في الجملة او 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 ميني كل الكلام ده لو في حاجة موجودة منهم الشباب معنا في الجملة نعمل ايه يا مستر ناخد بالنا ان احنا بنستخدم زات. بنستخدم منا شباب? بص هنا معاه في الجملة كده. انا معاه هنا ايه? معاه اقول ايه اللي انا عملته? خدت زات. نا يا خبانة. ايلنت هير قول زمني زات. يبقى بنقول اذا كان موجود معايا كلمة من دي. بتصف الاسم اللي احنا بنعود عليه. يبقى في الحالة دي بنستخدم معاها كلمة زات. بص تحت كده. معانا قنلي. طب لو جاية دي في نوقك كده فراغ. هنختار مين? هنختار زات. شمعن. عشان برضو قنلي من الكلمات اللي بيجي بعدها زات. وبرضو لو احنا معانا صفات تفضيل. لو معانا صفات تفضيلة شباب بنجيب معاها مين? بنجيب معاها زات. تعال بص كده للجملة اللي معايا. طيب ايه بقى ها? خلي بالك كده دي مين? زات. ناخد بالنا. يبقى احنا عملنا ايه? خدنا صفة تفضيل تفضيل جبنا معاها زات. صفة تفضيل جبنا معاها مين? زات. طبعا اي هاف ايه فارسين. في حاجة هنا تخص كواعد المضارع التام. ان احنا استخدمنا مع مين? مع التفضيل. ناخد بالنا يا شباب. يبقى تفضيل خدنا معها. نرجع تاني للجملة ونضحها. خلي بالك معي. ان احنا بنقول ان احنا بنستخدم زت لو جايل جايل فراغ فزاعدت والي اكم مسلا الكلمة دي جايلي فراغ. وبيقول لي بقى ولا زت ولا الكلام ده كله. وحنا بنختار زت عشان اول زت عشان مين قول. وبنختار زت عشان اولي. وبنختار زت عشان فيو. وقالت له ما تشو الكلام ده كله. طيب. مع صفات التفضيل بنعمل ايه? قال لي مع صفات التفضيل بتستخدم برده. اللي في الرابط الوصل اللي موجود لو موجود زد تبقى هي اولى. لو موجود زد تبقى هي ايه? اولى. زي المسال اللي معنا وبعد كده نقطي. بقى هنستخدم زد عشان التفضيل. طيب وجود ايفر يا ميستر? ما هي وجود ايفر بتيجي مع التفضيل ما احنا كلنا عارفين الكلام ده. طيب ايه كمان? برضو بنقول ان انت بتتكلم بتستخدم ذات ازا كانت تعود على عاكل وغير عاكل في نفسه يعني بتيجي الهدف من الكلام لو انت معاك ده عاكل طبعا ومعاك كلمة اماكن وعايز تعود عليهم طب ما انت تعود عليهم بذات برضو لان ذات بتيجي مع العاكل ومع غير العاكل يعني نكمل كده مع بعض برضو درس روابط الوصل عشان ما نسيبش في حاجة نيجي بقى شباب لمين نيجي لكلمة خلي بالك من الحتة دي كده عشان الحتة دي مهمة ومهمة جدا كمان ولازم تاخد بالك عشان ما تغلطش فيها يا مستر الجملة المهمة اللي انت بتقول عليها الجملة المهمة يا شباب هي استخدام خلي بالك ان بتاخد طب امتى تاخد تاخد لو انت جبت معها بيجي بعدها او فعل يعني لو مش هستحط حط فعل يبقى مثلا تمام يبقى او فعل ناخد بالنا لو حطيت هات معها فور يبقى طب انا مش عايز احط في الويتش يبقى هحط طب ينفع حط فور واي لا يعني ما نفعش مسلا دي تبقى محزوفة ويتش محزوفة واحد يقول لي فور واي مش نافع الاتنين مع بعض لو هتحط فور خد تعالى فوق كده يعني كده خلصنا الجملة بتاعت واي لها تستخدم ايه هنا بنقول لها تستخدم زت مع الكومة وقلناها قبل كده زي المسال اللي معايا هنا في كومة ايه القومة اللي موجودة دي مش هتخيرنا استخدم كلمة بص فوق كده مش احنا قلنا مرة ان يجي قبلها فعل جاي قبلها فعل اهو بعدها ايه بقى بعدها جملة يبقى من الحاجات اللي بيجي قبلها فعل وبعدها جملة تاخد بالك من الكلام ده وعلى فكرة غالبا بتيجي مع كلمة سي وسد وسز والكلام ده غالبا بتيجي مع الكلام ده في جمل كتير جدا تعالوا يا شباب تعالوا نشوف مع بعض كده تعالوا بقى شباب نكمل مع بعض كده درس الماضي التام. الماضي التام عندنا في الوحدة التاسعة مهم جدا لازم ناخد بنا. هقول لك على كم سؤال كده في الماضي التام علشان وكم معلومة فيه. عشان ان شاء الله لو جاي لك تبقى انت فاهم يعني ايه ازاي نحل على الماضي التام. اول حاجة يا شباب الماضي التام ده ما بيجيش لوحده. الماضي التام ده بيجي معاها جملة تانية زي ما انت شايف كده. بص كده في قامة هي. وفي جملة وجملة تانية. جملة وجملة تانية. جملة وجملة تانية. الماضي التان ما بيجيش لوحده. ما بيجيش لوحده الا في حالة وحدة بس او حالتين بالكتير. وهنتكلم عليها. طب قول هلأ يا مستر بسرعة الحالة الوحدة الحالة الوحدة ده شباب. ان يكون معاك باي دي. شاب باي دي. باي اهي. واجبها لك مسلا. انا مش مش هكتب جملة دي كلها. تمام? خلي بالك كده شوف انا هعمل ايه? انا مسح ده كله. كده تمام? خليك معاي. مسح ده كله اصيب لك باي بس. كاتب باي ايه بقى? باي الفين مسلا او اتويني. الفين ويحداشر. لو جالي في السؤال باي معها سنة ماضية او اي حاجة في الماضي باي يا استر دي مسلا باي وسنة ماضية هنا بقى تبقى جملة واحدة. ماضي تانية. هاختر اي هات فنشت. خلي بال اي هات فنشت او. طبقا مثلا انت اخترت هات فنشت ليه عشان باي? جاي بعدها سنة ماضية. يبقى يا شباب لو انا معايا باي وسنة ماضية ناخد ماضي تان. باي وسنة ماضية ماضي تان. باي وعلامة ماضي ناخد ماضي تان. محدش ينسى. وهنا في الحالة دي بنختار جملة واحدة بس عادي يعني ما بنكملش بعدها نجيب جملة تانية. عايز تكمل بقى كامل بس انا بقول لك او على الجملة اللي بتيجي دايما يبقى الماضي التان ما بيجيش لوحده الا في حالات محددة. من ضمنها الحالة دي. طب يا مستر ايه تاني الماضي التام نعمل في ايه? خلي بالك بقى ان الماضي التام دايما بيجي مع حاجات. زي ايه? زي بفور كده اللي معانا دي. بفور? خلي بالك عشان لو بتكتب ورايا. هتكتب بفور يأتي قبلها ماضي تام. اهو. قبلها ماضي تام. اهو هات. قبلها ماضي تام. طب بعدها بعدها بيجي يا ماضي بسيط. يافر ببلس اي انجي لو ما فيش فاعل. تعاكد نشوف الجملة اللي معانا رقم حداشر دي? في رقم حداشر معانا كلمة بفور. Тب بعدها فاعل. هنا في فاعل. ما فيش فاعل. تاخد انت بلك من نقطة زي دي. لو بفور. ما فيش بعدها فاعل. يبقى تاخد الفيرب بلاس اي انجي. بفور. ما فيش بعدها فاعل. تاخد مين ها? تاخد الفير بلاس اي انجي. ناخد بالنا شباب ها ناخد الفيرب زاد الاي ان جي يبقى بفور بدون فاعل ناخد فعل زاد اي ان جي طب لو الفاعل موجود هي مسلا ولا اي اي حاجة لو الفاعل موجود ما تاخدش اي ان جي بقى هتاخد ماضي بسيط ايه اللي انت بتقوله ده مستر بقول لك بفور اه لا واحدة واحدة بفور يجي قبلها ماضي تام يجي بعدها ماضي بسيط لو بدون لو بدون فاعل تاخد اي ان جي لو بفاعل تاخد ماضي بسيط طب بصو كده في المسال ده المسال ركم عشرة في المسال ركم عشرة انا عايزك تاخد بالك من الكلمة دي الكلمة دي يا شباب من الكلمات اللي بتاخد ماضيتها ايرل يرضي لما بشوفها بختار ماضيتها طيب يبقى هنا في الحالة ده هختار مين هاختار هاي سهلة خالص هيه طب اطلع فوق كده معانا هافنج هافنج دي ناخد معاها مين? ناخد معاها تصريف تالت. هافنج تصريف تالت. تصريف تالت اللي موجود ميه? اهو ض комментар. اكتب هورها الحاجات دي. اكتب هافنج بلس بس. واشتبه يعني تصريف تالي. طيب تعان بص هنا في الجملة اللي فوق السناز. الجملة دي مikka الجمل الجملة جدا. رقم تمانية دي من الجمل الجملة جدا. بص كده السناز كلنا عارفين ان السناز بيجي بعدها ماضي تام. هو فين الماضي التام. ده ما جاش ماضي تام. ماضي بسيط ما احنا ممكن نستخدم ماضي تام. وممكن نستخدم ماضي بسيط. طب وديات ايه? ودي ماضي بسيط. يعني انا هنا بقول بمجرد بمجرد ما انا حصلت اه يعني وصلت بمجرد ما انا وصلت للمحطة انا ادراقت ادراقت ايه? ان الاطري فاتني. يلاقي بقى هنا. لما بتلاقي ماضي بسيط. ومعه بتختار ماضي تام بعده زي ما انت شايف كده هنا. فهنستخدم هنا ماضي تام واعرف الصغة دي. يا مستر اعرف ايه? قل لي كده واحدة واحدة? بقول لك معك ماضي بسيط اهو. ماضي بسيط. وبعد كده زي ما انت شايف. يبقى على طول استخدم من. ماضي تام. يبقى لما شوف الكلمة دي اختار معها ماضي تام. اهو. زي ما انت شايف كده. ما تطلق باطش. طيب حل كده تانية مستر الكلام كل مرة واحدة بقى بهدوء عشان اللي امتحها. يلا يا شباب نحل الجمل كلها. بدون حسف. اول حاجة معي. ماضي بسيط. ثم الجملة اللي قدامي دي. بختار معها ماضي تامة هتجي لك من قرارة بالنص كده تختار هاد وتصريف التالت. بيجي بعدها تصريف تالت. طالما بيجي معها تصريف تالت يبقى انا بضور على التصريف التالت او البسط برتسبه. اللي بقى الاجابة بتاعتي اهي. اللي بعدها الكلمة دي موجودة معي. الكلمة دي لما بشوفها باختار ماضي تامي. يبقى الاجابة هاد بجمعها. خلي بالك بس اعلم على الحاجة اللي انا بختارها وانا بحل. بعد كده معنا بفور. بفور مش جاي بعدها فاعل. طالما مش جاي بعدها فاعل. بشوف اللي قبلها ايه? لو اللي قبلها ماضي تام. اجيب اي ان جي. هي كده كده بفور طالما ما فيش فاعل بتاخد اي ان جي. طب بفور لو معها فاعل بتاخد ونت. روح اللي بعدها بايزة طايم. بيجي بعدها ماضي بسيط. ماضي بسيط. يبقى اكتب عندك بايزة طايم زائد ماضي بسيط. الجملة التانية ماضي تام. لان انا بختار ماضي تام. والنحية التانية بيكون ماضي بسيط. ناخد بالنا من الحتة دي. طبعا ما نفعش اجيب مضارع. مضارع مع ماضي مش هينفع. فهنا بختار هنا ماضي تام ايه. ما نفعش يا جماعة تبقى دي ماضي واختار مضارع. ناخد بالنا ما نفعش تبقى دي ماضي. واختار مضارع او مستقبل. بختار ماضي زيها. طيب. الجملة اللي بعد كده. رقم تلات معاك بفور. احنا لسه قيلين بفور بيجي بعدها. ماضي بسيط. لو معاك فاعل. وده اتطبق معا هنا هو. طب من قبلها بقى? قبلها ماضي تام? طب مفيش ماضي تام يا مستر. جميل جدا. هنا بقى بيكلمنا عن الظرف. الظرف اللي موجود ده بيجي الاول? ولا بيجي التاني? طبعا زي ما احنا عارفين الظرف بيجي بعد ام واز وار. وقبل اي فعل تاني. الظرف بيجي بعد ام واز وار. طب ده مش ام واز وار. ولا بيجي اصلا. ده احنا هنا فعل تاني خالص اسمه يأكل او اكل. يبقى يجي قبله. يبقى الظرف يأتي قبل الفعل. اهو. طب انت استخدمته ماضي ليه? اشمعنا دي اللي انت استخدمتها. ما استخدمتش دي ليه مسلا. لان ده من ضرعة شباب. هنا الجملة ماضي. طيب اما الجملة ماضي اختار ماضي. عايزك تبقى فاهم كده بكرة. جملة ماضي اختار ماضي. جملة مضارع اختار مضارع. تم يا شباب? كده يبقى احنا حلنا على الماضي التام. قلنا اهم اللي فيه. اهم الحاجات اللي فيه. الماضي التام من الحاجات المهمة لازم ناخد بالنا. يبقى كده احنا اتكلمنا في كمان يبقى اتكلمنا على الروابط. وتكلمنا على الماضي التام. تعالي ندخل بعد كده على ال الوحدة اللي بعدها. دلوقتي يا شباب احنا مع بعض اهو دخلنا على المستقبل المستمر. خلي بالك معايا كده في الاسئلة اللي انا هقولها علشان الاسئلة اللي انا هقولها مهمة جدا. خب بالك من وانا بحل بعمل ايه? هنا يا شباب في الاسئلة دي انا هحل على المستقبل المستمر. هقولك الكلمات اللي لما بشوفها باختار مستقبل مستمر وبعطي غلط. بص معاك ده اول سؤال. فاول سؤال يا شباب انا معايا كلمة مين? كلمة بتوين. طب بتوين معها ايه? معها سنة. وايه كمان? اند? سنة كمان. ايه ده? شايف بتوين واند دي? انا عايزك لما تشوف بتوين واند تختار استمرار. لما تشوف بتوين مع اند تختار مين? تختار استمرار. يبقى هنا هنختار مين? هنختار طب ليه مستر? لان انت عندك السنة اللي هي توني 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 تري دي لسه ايه? لسه ما خلصتش. لسه ما جاتش اصلا. يبقى هنكون مستمرين. يبقى في الحالة دي بنستخدم طب بص كده معا في الجملة التانية. في الجملة التانية بيقول لي طب ده ايه? ده وقت محدد. لما بيكون معانا بتوين واند بنختار استمرار. ولما بيكون معانا وقت محدد يا شباب زي الجملة دي كده? مع علامة او كلمة دلة على المستقبل. ليانيك السمنضي. ليات امورو. وقت ها شباب. ومعانا علامة مستقبل. اركز على الفاعل. زي ما انتم شايفين فاعل هو يبقى هنختار. يبقى لما بيكون معانا بتوين واند نختار استمرار ولما يكون معانا وقت محدد مع علامة مستقبل ناخد استمرار. لما يكون معانا زي سطايم دي كلها كلمات دلة على او دي كلها العلامات او دي كلها كلمات الدلة اللي لما بيشوفها بختار استمرار. لما بيكون معانا زي سطايم نيكستويك بنختار استمرار. طب يا مستر خلي بلعك عشان دي برضو موجودة في المستقبل التام. اللي هو التصريف التالت. والهاف والتصريف التالت مش موجودة هنا. فعشان كده اخترت استمرار. اللي بعدها بيقول لي ايه بقى? بيقول لي دون تفهمي. متكلمنيش. انا هكون نايم. هكون نايم. خلي بلعك زن دي بتفيد الاستمرار برضو. فهستخدم مين? هستخدم هكون نايم. اللي بعدها شباب لو جينا بصينا في الجملة هتلاقي كلمة كلمة مين? وايل. كلمة وايل دي احنا متعودين اللي بيجي بعدها ماضي مستمر. متعودين على كده. يعني لو حد شاف كلمة وايل دي اللي قدامي دي السؤال رقم 11. هرجعها لكم تاني اهو. السؤال رقم 11 دي لو شفت وايل. هتقول لي فاعل ماضي مستمر. انت هتعمل كده. هتقول وايل وفاعل وماضي مستمر. لانك حافظها وايل فاعل ماضي مستمر. هنا شباب هقول لك وايل. لما بتيجي. وبيكون معنا كلمة طمورو. يبقى بختار مستقبل مستمر. او تاني. وايل. ومعنا طمورو. هنستخدم مستقبل مستمر. دور كده على المستقبل المستمر. ده مستقبل مستمر? لا. طب ده مستقبل مستمر? لا. طب ده مستقبل مستمر? لا. يبقى اختار مين يا مصر? يبقى هتختار استمرار. اي استمرار معك يكون مناسب للجملة? يبقى اي زوطش. خطي بالك معي. ناخد بنا من حاجة زي دي. اللي بعدها? يبقى لا. يبقى وايل ما خديتش اهيه? خدت استمرار تاني خالص. اللي هو الاستمرار بتاع المستقبل. يبقى وايل مع امورو تاخد استمرار ما تاخدش اي ناخد بنا يا شباب. اللي بعدها? معنا زيس طيمن كستمانس. برضو نفس الكلام انا قلت لك لما نشوف يختار مين? هه? يبقى على طول بنستخدم طر plungه معك وكل مدلة عم نستخدم استمرار? يبقى الاستمرار الوحدي اللي معايا استمرار طبعا في المستقبل اهو. بص بالجملة الاخيرة دي الجملة الاخيرة يقول لي ايه بقول لي زيس طيمن وهم وكل ما دلع عن المستقبل يبقى نستخدم طبعا دي مش يا شباب. بس مش جايبه. تمام? يبقى احنا هنا في الحالة دي بنعمل ايه بقى يا شباب? ناخد بالنا من اللي انا قلته. قلنا بتوين واندي تاخد استمرار. وقلنا وقت محدد مع علامة مستقبل. تاخد استمرار. وقلنا زيس طايم تاخد استمرار. وهجيب لك دلوقتي درس المستقبل التام. وهجيب لك حاجات زي دي بالزبط. زيس طايم تاخد مين? مستقبل التام. وهفهمك الفرق بين الاتنين. ويل ما خدتش مادة مستمر خدت استمرار. كل الحاجات دي حاجات مهمة جدا. ناخد بنا منها ان شاء الله في اللجنة ما نستعجلش وما نطلقبطش. ان شاء الله كل حاجة خير بازن الله. خليك معي عشان نجيب درس المستقبل التام. دلوقتي بقى شباب جيبنا الجمل الخاصة بالمستقبل التام. عايزك تركز معي عشان تعرف الفرق بين المستقبل المستمر والمستقبل التام والمستقبل البسيط. حضرتك فاكر لما كنت بقول لك باي كنت انا بقول لك دايما باي بتاخد ماضي تام. بس كنت بقول لك باي بتاخد ماضي تام لما يكون معانا باي وسنة ماضية. دلوقتي انا مش في مش في باي وسنة الماضية انا جايب لك باي ووقت. وجايب لك معها علامة مستقبل او علامة مضارة. يبقى في الحالة دي طالما انت معاك باي ومعاك ومعاك حاجة بتدل على المستقبل يبقى تستخدم باي. وحاجة بتدل على المستقبل يبقى والهاف والتصريف التالت. والهاف والتصريف التالت الموجود في الاختيارات هي الاجابة بي. ليه طربي? ناخد بالنا يا شباب ان استخدمت والهاف والتصريف التالت ليه? مع عشان لو جاتلي في اللي امتحنا بقى فاهم. عشان باي. جاي بعدها كلمات او احداث دل على المستقبل. سواء كان فعل او سواء كان علامة او كلمة دل. تعال ان بص في الجملة اللي تحتها. معايا باي برضو. طب هو النجا معايا باي ومضي. اصلا لو معايا باي ومضي هختار مضي تا. لكن انا معايا باي ومين? ها? باي ومستقبل. كلمات دل على المستقبل او احداث دل على المستقبل. ففي الحالة ديت بستخدم المستقبل التام. طب المستقبل التام هنا هيبقى مين? هيبقى. تمام كده? ايه? طب اه مستر طب ما انت معاك هنا اهيه? لكن دي يا شباب بتيجي في المبنى اللي المجهول. يعني لو كنت ترى بدأت هنا بغير العاقل او بالمفعول? وقلت مثلا باي زي ستايم نكستويك ماي ريزلت. نتيجي. كنت هنقل هنا نستخدم بقى ايه? نستخدم مبنى المجهول. لكن طالما انت معاك الفاعل يبقى نستخدم الصيغة العادية اللي هي اولهاف والتصريف التالت. خلي بالك عشان ممكن يجيبها في الامتحان بعد القمى او في بداية الجملة يجيبها لمفعول. وليكن مسلا زكار السيارة هي السيارة هتصلح نفسها? يبقى صلحت او ستصلح. طب ما وليكن مسلا معاه هنا في بداية الجملة زا اوفن مسلا الفرن. زا اه زا زا الدارس هيتم شرحه? هو اللي هيتم شرحه? هو اللي هيشرح? ولا هيكون تشرح? يبقى في الحالة دي بنستخدم المبنى للمجهول? لو بدئين بمفعول او بدئين بغير عقل. فبدئين بغير عقل. فانا مش عايزك تغلط بكرة. تاخد بالك من البداية بتاعت الجملة. بصوا كده المثال السادس. عمر طبعا ده الفاعل اللي معايا. عمر ومعايا ايه بقى بص كده? احنا هنا في الجملتين دول جات في البداية يعني جات في الاول. هنا بقى في الجملة اللي معايا دي. جاي في الاخر. بس جاي بعدها برضو نيكست سيرس دي يعني. آآ معايا باي نيكست سيرس دي. اتنا خبنا. الخميس. يبقى في الحالة ديت بنقول ايه? بنقول باي نيكست سيرس دي. يبقى حاجة لسه هتحصل في المستقبل. فبنستخدم معاها طب استخدمته دي لي عشان يا شباب. وطبعا انا ويفتع لها عشان نعرف ان في ناس دي طبعا يا جماعة غلط والنطق الصح اللي احنا قلنا. اللي بعدها. هنا نعمل ايه في الجملة دي? معانا باي. معانا باي لسه هتجي في المستقبل. اللي هو السن اللي بيكون تلاتين سنة او العمر تلاتين سنة. ومعايا الفاعل اللي معايا عاقل. ففي ناس خلي بالك من الجملة سبعة دي هاجبها لك من الاول تاني. كل يركز كده معايا من الاول. في الجملة رقم سبعة. في ناس يا شباب بتشوف هوب. بتاخد ولو المصدر على طول. على طول. يقول لك هوب ولو المصدر طب حبيب قلبي انت معك هوب بس انت معك كلمة دل على المستقبل. معاك باي ومعاك الكلمة بتاعتها الاحداث اللي بدول على المستقبل اللي بقى هنستخدم والهاف والتصريف التالت. والهاف هو مين? والهاف والتصريف التالت. طب يا مستر ناخد لأ ما ينفعش هود لو كذب الاي دي. اي دي كنا اختارنا وود. لكن لا مش هينفع هنستخدم والهاف. كده حنا اتكلمنا عن المستقبل التام اهم حاجة في المستقبل التام يا شباب اخب بالي من الفاعل هو عاقل ولا غير عاقل دي مهمة جدا. اه ناخد بالنا ان باي بيجي بعدها كذا. خلي بالك بقى ان لو لو دي مش موجودة. بص كده. خلي بالك معامل اللي انا هعمله ده. اللي انا هعمله ده تاخد بالك منه بعد اذنك كده. بص معاه في المسال رقم خمسة. لو في المسال رقم خمسة انا حزفت باي مش موجودة خالص اهو. كده خلاص. باي دي مش موجودة في المسال. يلا حل المسال كده هتلاقي هتلاقي زيس طايم نيكست ويك اللي احنا لسه كنا بنحل عليها من شواء في الاستمرار. بس هنا ما فيش استمرار. استخدم مين? استخدم مستقبل تام. استخدم مستقبل مين? هتستخدم مستقبل تام برضي. بقى زيس طايم نيكست ويك. بتيجي استمرار وبتيجي مستقبل تام. محدش شغلة شباب. وبكده بقى احنا اتكلمنا على المستقبل التام. ويلا بينا نجيب. نجيب مين? نجيب درس مين يا شباب? احنا كده جيبنا درس شرحنا درس المستقبل المستمر والمستقبل التام. وروابط الوصل. تعالوا ندخل مع بعض على المضارع المستمر. يلا بينا خليكم معايا. يلا شباب نتكمل مع بعض كده خبالك معايا. خبالك معايا دلوقتي في درس المضارع المستمر اللي هي اول وحدة عندك. بهدوء كده يا شباب. وركز واعرف الاسباب اللي انا هقولها. اول حاجة معانا آآ بيقول او نقط لندن. اعمل ايه في الجملة دي? طبعا احنا بنستخدمش في الفلسي ان نجي لوحده كده. ما بيجيش لوحده كده. لازم بيكون قابل منه او 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 ار. طيب ينفع امستيد. لا طبعا زي ما انتم شافين كده يا شباب مش هينفع اضف لها اي ان جي. طيب امستيد برضو مش نفعه. ان قام بيجي بعدها الفيرب اصداد ايه جي وبيجي بعدها ايه دي بس في المبني المجهول. طب كده تنفع? لا طبعا الصيغة مش نفعه. يبقى انا بستخدم مين? بستخدم فيرب تو بيه. والفعل مع الاي ان جي بشرط ان يكون الفعل اللي معايا ينفع يجي استمرار. كل تركيز في الامتحان على كده. هل الفعل اللي معايا بيجي استمرار ولا لأ? طب طعا نشوفوا المسال التاني ده كده المسال التاني بيقول لي اي سبيس تو فيزت باريس. كلمة وانطة مستر من الكلمات اللي بتيجي استمرار انا بقول لك هي في حالات شازة بس بتيجي استمرار لكن في العادي ما بيجيش استمرار يبقى مش هستخدمها في الاستمرار طب هل الاي بتاخد الفعل اللي في اس? لا طبعا. لان مش مفرد. بتعامل كجامعة. طب سيبها دلوقتي طب برضو مش موجودة. يبقى هنا في الحالة ديت ايه اللي حصل? انا استخدمت واي واستخدمت مضارع بسيط. ليه استخدمت مضارع بسيط? استخدمت مضارع بسيط لان كلمة لا يضاف لها في الجملة دي. اللي بعد كده بيقول لي زاد باج الشنطة. برضو يا جماعة كلمة من الافعال اللي ما بضف لهاش اي ان جي. اعرف كده. كلمة من الافعال اللي ما بضف لهاش اي ان جي. فمش هينفع قول ولا هجيبها طب استخدم والله دي مفرد. المفرد ياخد اللي في اس. يبقى نختار بلونجس. كده تمام يا شباب? طب ليه اخترت بلونجس لان احنا قولنا بنضف لهاش اي النزيف هاستبعدنا اتنين اهو. استبعدنا اتنين. ودي مش هتنفع لان ده مفرد مش هيجي مصدر. بص اللي بعدها. اي وسبس وابن. الم. هنا في او. يو كان يوز ات. طبعا هنا شباب في الحالة دي بنقول انا امتلك الم. امتلك الم. انا امتلك الم. انا امتلك يبقى مش هينفع استخدم هاف بالاي ان جي لان هاف لو جاب بمعنى يمتلك ما بنضف لهاش اي ان جي. لو جاب بمعنى يقضي ماشي. يقاب بمعنى يتناول ماشي. نضف الاي ان جي لكن هنا لا. طب استخدم اي ان جي برضو مش هتنفع لان احنا قلنا جاب معنى يمتلك. ازا جاءت بمعنى يمتلك ما نضيفش طب اي تاخد ما احنا قلنا ان ما بتتعملش مع المفرد يبقى هنستخدم بعد كده المسال اللي بعد كده مسال مهم جدا ناخد بنا منه طيب هنا نعمل ايه? هنا نشوف الفعل اللي معنا بنضيف ولا لا? فيطلع الواضحة ماذا يقول لي لا يا مستر ما بنستخدمش ايه هقول له اسكت يا بوكشة. قعد ساكت يا بوكشة دلوقتي. طب قعد ساكت يا بوكشة ليه? لان كلمة سي لها معنى ي? سيب معنى يرى لو جات بمعنى يرى ما تضيف لهاش اي ان جي. ويسيب معنى يقابل. لو جات بمعنى يقابل حط لها اي ان جي. هنا بنقول وي. ينفع سين? لا مش نافع سين لان ما فيش هاد ولا اي حاجة تدلع على التصريف التالت. طب ينفع ار سين? هو في باي. يعني هل هي نقول تم مقابلتها بواسطة? مش مبنية للمجهول فمش هتنفع. طب ينفع اقول مع الوي ناخد الفعل اللي في اس برضو مش نافع هنا في الاخيرة دي. يبقى انا كده استبعدت تلات اجابات. الاجابة بتاعت هي دي اللي صاحف. هيج واحد يقول لي بس احنا بننضفش اي ان جي مستر لسي. هقول له يا باشا سي لو جي بعدها دكتور. خلي بالك سي لو جي بعدها دكتور بتاخدها اي ان جي. سي لو جي بعدها. اي حاجة على اساس انها بمعنى يقابل بتختارها بلاي ان جي عادي جدا. لان معناها يقابل يبقى بمعنى يقابل. اللي بعدها ستة وعشرين بنقول ايه ده? ما بينضفلاش اي ان جي مستر. لازم تاخد بالك بكده. يبقى ما بينضفلهاش اي ان جي. ولايك وسيم بدون اي ان جي. واعتنسى. ولايك وسيم بدون اي ان جي. يبقى هنا طالما بدون اي ان جي يبقى دي ميش نفع. وبرضو دي ميش نفع. وديت معنى ات. الات بتاخد اللي فاقس. يبقى برضو دي ميش نفع. يبقى الاجابة بتاعت الصحيحة هي الاخيرة دي. اللي هي الاجابة سونت. بس. يبقى في المضارع المستمر نعمل ايه? ناخد بالنا من الافعال اللي بينضفلها اي ان جي والافعال لنا بينضفلاش اي ان جي. طيب انا هقول لك على شوية حاجات تاخد بالك منه. عندك هاف. انا عمل فيديو خاص بهاف يا شباب. فيديو خاص بهاف. امتى? ومعاني كلمة هاف? وايه المعاني اللي بتيجي بلاي ان جي وايه المعاني اللي ما بيجيش بلاي ان جي. ادخل على القناة وهات الفيديو اللي مكتوب عليه. اه ترجمة معاني كلمتها. ادخل اتفرج عليه كده بهدوء وبرواءة علشان مهم جدا. اه بالنسبة للمضارع المستمر في عندي كلمات طبعا بلايها الحاجات الاساسية البدائية اللي هي لما نشوفهم نختار اما ويزو ارز بلاساين جي. حدش نسى الكلام ده. هل كلمة ناو بداخد مضارع بسيط? عادي جدا يعني لواني هنا في الجملة اللي هي زي اتنين وعشرين دي. حطيت لك كلمة ناو هنا كده. برضو مش اختار استمرار. ليه? لان كلمة ناو جت مع فعل ما بينضفرش قوي ان جي يبقى ملهاش لازم. بناخد مضارع بسيط. طب لو انا جيت جبتها في الجملة دي كده مسلا يعني اي هاف ابن ناو. حطيت ناو هنا مسلا او ادزة مومنت او ادزة بريزنت والكلام دي. هزورني مش عارف اكتب. هنا في الجملة دي هنستخدم ايه? برضو مش هينفع استمرار برضو. حتى لو الكلمة الدالة موجودة. ليه? لان الفعل نفسه ما بتدفلوش اي ان جي. فناخد بانها من الحاجات البسيطة دي. ويلا بنا نقل على درس تاني علشان نخلص المنهج. تعالوا بقى يا شباب ناخد يوزد تو. اقب بلك معايا من يوزد تو لانها مهمة جدا. اول حاجة يا شباب لازم اعرف ان يوزد تو بيجي بعدها المصدر. كلنا عارفين الكلام ده. لكن مش مش عايزك تنسى ان يوزد تو ممكن تاخد الاي ان جي زي المسال اللي معاه ده كده. شايف دي? خدت زاد اي ان جي. نرجع تاني. ناخد بنا ان يوزد تو خدت اي ان جي اهاي. طب خدت اي ان جي ليه بقى اه? ايه السبب? السبب ان جي يوزد تو قبلها مين? قبلها جيت او بي. يبقى ناخد بنا ان لو احنا معانا ام او از او ار. ثم يوزد تو هنختار فعلي زاد اي ان جي. ولو معانا جيت. ويوزد تو هنختار اي ان جي. محدش ينسى الكلام ده. طب ده مستر بيبقى ايه? طبعا ده بيكون عادة في المضارع وموجودة الان. طب تعالا كده نشوف ايه السؤال بيبقى عامل ازاي? في السؤال يا شباب لو هتستخدم يوزد تو في السؤال احنا قلنا بنستخدم ضد. ثم الفاعل. ثم يوزد تو. ثم المصدر. ضد فاعل يوزد ومصدر. يوز. هل ينفع يوزد بالايه دي? ينفع يوزد بالايه دي? في حالة ان يوزد مش موجودة. او في حالة انه بيجيب بيقول لي ايه اند بيه? هختار له ايه اند بيه. بس الاساس عندي يوزد تو. هل يوزد صح? يوزد صح? بتستخدم عادي جدا مع دد. لو جاب لي سؤال وقال لي? وقال لي يوزد تو ولا يوزد تو ولا الاتنين? هقول له الاتنين. ولو جاب لي سؤال وقال لي يوزد ولا يوز وما جاب ليش حاجة تاني هقول له يوز بس. اللي هي دي. ده الاصل. اعرف بس عندك دد يوزد تو. طب لو ديدنت زي ما احنا عاملين كده. هتاخد يوز تو برضو. يبقى ديدنت تاخد المصدر يوز تو. ديد تاخد المصدر يوز تو. تماما شباب? في حاجة بقى عايزك تاخد بالك منها ان كلمة لو معي هختار معها زا هابت اوف والاي ان جي برضو. يبقى هاد زا هابت اوف والاي ان جي. يبقى زا زا هابت اوف لو موجودة معانا هاد قبلها هاد ما تقوليش از ولا ار ولا الكلام ده لا باجيب هاد. فاعل ثم هاد ثم زا هابت اوف والفور بزا دان جي ما تطلق بطش. طب ايه مستر اللي تحت دي ما احنا قلنا ان السؤال بين بيبدأ بدد وفاعل والمصدر. اوعى تطلق بط بين يوز تو اللي بتاخد المصدر. وبين يوز تو اللي بتاخد الاي ان جي. انحل عليها دلوقت يا شباب. مشواب خليكم معي. بسرعة كده. اه المصدر او زا دي زا دي زا دي زا دي معانا زا دي زا دي اخب بالك معي علشان هنروح نحل. خلي بالك واطروح في حتة علشان نحل. ناخد بالنا كده الشباب قبل ما نحل اي حاجة على درس ناخد بالنا ان كلمة اه وز يا ما احنا شايفين? كلمة وز او كلمة يعني ممكن تبقى وز وممكن تبقى بجيب بعدها وخلي بالك ان اللي بيجي بعد كده بيقفر بزادي نجي. يعني بيجي بعدها في بزادي نجي. الواد محمد بقى كده محمد معي. خلي بالك امحمد ان فوق هنا خدنا وز او وير بس جاي بعدها ان ذهابت. انما هاد خدت ذهابت بس. خبالك يا محمد. يجي يقول لي مسلا هنا نقط. ويقول لي ان ذهابت? ولي هاد ولا وير? لا طبعا هختار وير عشان وير تاخد ان ذهابت اوف. والفير بزادي نجي او نوين. بص هنا كده. ان ذهابت اوف. طيب. وهنا برضو طب هنا احنا استخدمنا مني استخدمنا مصدر. طب استخدمت مصدر ليه? لان انت معك حاجات بسيطة يا شباب بتفرق معانا في الحل بتاعنا ان شاء الله. في بقى عندي درس الصفات. في درس الصفات يا شباب عايزك تاخد بالك من حاجة. حاجة مهمة قوي في درس الصفات. طبعا هنا الفرق يا شباب عشان نبقى واضحين بس في المراجعة بتاعتنا. الفرق ما بين وض. انا عامل فيديو خاص بالكلام ده. بعد اذنك كلف نفسك. وراجع الفيديوز بتاعتي هتلاقي فيه عند فيديو خاص بوض. ويوزد تو. لان النقطة دي محتاجة توضيحه محتاجة ايه? هتاخد منها وقت كبير قوي. فاللي شاف نفسه مش كويس فيها يدور على الفرق بين وض ويوزد. وهيلاقي موجودة في استخداماتنا في الشرحة عندنا في الحلقات بتاعتنا. ادخل اتفرج عليها. بس ما ينفعش تدخل الامتحان? من غير ما تعرف الفرق بين وض ويوزد تو. اه لازم ناخد بانا ان ما بنستخدمهاش لو معانا لست. يعني كلمة لما بنشوفها ما بنستخدمش يوزد تو. ما بنستخدمش مع يستر دي. ما ينفعش اقول لك يستر دي واختر يوزد تو. الحاجات دي لما بتبقى موجودة بستبعدها. تمام يا شباب? فدي حاجات بسيطة جدا لازم ناخد بانا منها في حل يوزد تو. بعد كده درس الصفات نقول نبزة سريعة عنه. درس الصفات اللي هي عندنا طبعا درس صفات المقارنة. آآ الكلمات اللي بيجي معها مقارنة والكلمات اللي بيجيش معها مقارنة والكلام ده هنقوله خلي بالك معا عشان خاضر هنتكلم عن كل حاجة فيه حالا. كن بالك بقى معاك ده من الصفات علشان مهمة جدا. الحتة دي مهمة جدا في درس الصفات يا شباب. لازم كلنا نعرف ان صفة كلنا عارفين الكلام ده اصلا يعني مش جديد. آز وصفة وآز. طب ايه اللي تحت ده بقى? ايه آز دي? فين آز اللي زيها? لا يا شباب احنا لما بنشوف آز ممكن نجيب قبلها اسم من الصفة. ممكن نجيب قبلها مين? اسم من الصفة. ويكون قبلها زاسيم. خبالك ان زاسيم بيجي بعدها اسم ثم آز. زاسيم اسم آز. لو عايز تجيب صفة بتجيب صفة واسم برضو آز. فانت ممكن تجيب اسم ممكن تجيب صفة بس لو انت هتكتفي بالاسم. لو هتكتفي بالاسم. بنحط بعدها آز زي ما انت شايف كده. بص المسال ده كده. المسال ده بتكرر كتير على فكرة. زاسيم. بعد كده هيد بعد كده آز. خلي بالك معي زاسيم هيد آز. هنا برضو اسم هون. يبقى ناخد بالنا يا شباب لما نشوف اسم وآز وجاي لي هنا نقط اختار زاسيم. زي ما انت شايف زاسيم برضو آز. زاسيم والاسم. آآ هنا بقى انا جبت مين? انا جبت وزاسيم ما جبتش آز بعدها. يبقى لو جبت زاسيم. شايفها? بيجي قبلها فيربيتو بيبص المسال هيوضح كل حاجة. علي وخالد ار ده فيربيتو بي اهو. بعدها مين? بعدها اوف. طالعا معك اوف حط بقى مين? زاسيم. طب فين قاس? لا انا ما حطيتش قاس. اكتفيت بالاسم بس هو زي ما انت شايف. يبقى اوف زاسيم والاسم. اوف زاسيم والاسم. ما تكملش. عايز تكمل كامل بس الافضل ما تكملش زي ما انت شايف كده. بص بقى معاه في الاسم من الصفات اللي معانا. عشان لما تشوف زاسيم تختار الاسم المزبوط. ده مش اسم. فما يجيش مع زاسيم. نجيب مع زاسيم ديبس. ويد دي صفة. هنجيب مع زاسيم. ديت صفة هنجيب مع زاسيم لينس. لينس على طول. تمام? اللي بعدها بيجي وصيص طبعا. اكسبنسف طبعا ده. بقى ده جماعة اللي بيجي مع اللي انا بعلم عليه اصفر ده اللي بيجي بعد سيم. اللي بيجي بعد سيم. تمام? انما الصفة لو هتستخدمها بتستخدم معها اسم. يعني تجيب مثلا اسمول وتجيبب تمام? يعني لو انت تجيبها معزاسيم بتجيب كده لكن في الشائع والمستخدم انك بتجيب نوع. ده بالنسبة لدرس الصفات. بقى انها درس السؤال المزيل. وفي حاجة هنا في درس الصفات لازم نخalo بالنا منها وهي ام تستخدم كزاكتلي وامت استخدم وامت استخدم سلايتلي وامت استخدم ابت وامتا استخدم وفيه طبعا الحاجات دي كلها موجودة معانا اعرف اعرف ان كلمة انا بقول لك وعشان تكتب ورايا. اعرف ان كلمة اه ابت وقالتل وماتش بيجي بعدهم صفة مكرنة يعني الصفة اللي فيها اي ار. اه وممكن اجيب بعدهم مور عادي. بس لو انت معاك اختيار ما بيمور وماتش اختار مور ولا ماتش. طبعا هنا يا شباب لو مور ماتش مش هتنفع. لو ماتش مور هتنفع. مور ماتش مش هتنفع. ماتش امور هتنفع. اه ناخد بالنا في درس الصفات ان انت بتستخدم بتستخدم دايما كلمة اه وابت والكلام ده مع الصفات العادية. صفات عادية. لو انت عايز تستخدم صفات قوية لها كلمات تانية خاصة بها زي والكلام ده. تمام? الحاجات دي موجودة عندك ابقراها لانها مهمة جدا. ده اه بالنسبة لسنة تانية سنة ونقول اللي احنا قلنا النهاردة بسرعة. علشان نبقى ان شاء الله نكمل في فيديو تاني. اه كل اللي احنا قلنا النهاردة يا شباب قلنا روابط الوصل. وفي فيديو تاني بالشرح بتاعها يا شباب اي حد يا شباب شايف ان المراجعة بتنجز معا حاجات كتير طبعا هي هتفدي الناس اللي المتفوقين والناس الشاطرة. الناس اللي بتزاكر الناس المتوسطة. طب لو واحد شاف نفسه ضعيف شوية ضعيف قوي. ومش مكتفي بالله انا بقوله ده. وشاف ان هو فيهم مني شوية. ادخل بقى على الشرح ببساطة كده وزود آآ وزود معلوماتك. وقتر من المعلومات اللي معاك. في الشرح اللي احنا بنعمله بكل آآ بكل معاني باستفادة. هتلاقي الحلقات موجودة. اقرأ على قد ما تقدر لحد الامتحان ان شاء الله. آآ كده يا شباب بقينا آآ نكمل على كلمات الصف السنة السنة وهنتكلم في الكلمات بكرة ان شاء الله. يا مستر انت ناسي آآ درس السؤال المزير. انا مش ناسي السؤال المزيل. السؤال المزيل كلكم سامعين وامبارح. الحلقة موجودة لسه زي ما هي رفحها من يومين. السؤال المزيل عشان كده انا ما عملتهاش في المراجعة النهائية. بكده يبقى احنا راجعنا على اكبر قدر ممكن لطلاب تانية سنوي. آآ ان شاء الله ربنا وفقكم ربنا اسلح حالكم. استنونا ان شاء الله في الفيديو التاني. ليلة الامتحان. بكرة ان شاء الله الساعة احداشر بالليل. قبل الامتحان الساعة احداشر بالليل. استنانا. اليوم اللي هتصبح فيه عندك امتحان. استنى على القناة علشان فيه كلام مهم جدا هنرهولا. كان معاكم اخوكم الكبير او اللي انتم عايزين تحسبوه حسبوه. كان معاكم اخوكم مستقرالي الصياد. ربنا وفقكم. وان شاء الله اللي جاي افضل. مانا كون قدر تفيدكم. ولو بمعلومة بسيطة. في النهاية ان كنا وفقنا فمن الله وان كان في اي تأثير فمن انفسنا ومن الشيطان. ان شاء الله ربنا يوفقكم. ربنا سلح لكم ان شاء الله. ويا رب اكون قدرت افيدكم. ولو بمعلومة واحدة. يلا تكير وتصبعه على خير. فرعيت الله.